موسيقى عادت مصالح الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد منذ أسبوعين لتستقبل من جديد المرضى المصابين بكوفيد-19 سواء بمتحور ديلتا أو بمتحور أوميكرون أغلب المصابين لم يأخذوا جرعاتهم كاملة والوضع يكون أكثر خطراً بنسبة لمن يعانون من أمراض مزمينة تلقينا بزاف ديال الحالات اللي حريجة لدخلات الإنعاش ده بقاتي مصربي صراع مر بالحالات الخطيرة الملاحظ عند هاد المرضى هو أنه 50% ديال المرضى مملق حينش و50% أخرى يلا ديرين جرعها وحدة ولا جرش زرعات مكنش واحد اللي دير عنده جرعات تالية وهو اللي اللي القينا عند هاد المرضى هادو بأنه هاد الحالة لاستدعات الإنعاش هو الأمراض المزمينة ديالهم هي دخلتهم الإنعاش الحالات الحارجة بمصالح الإنعاش يمكن تفاديها من خلال أخذ الحقنة الثالثة المعززة مع احترام التدابير الاحترازية لمواجهة المنحة التصاعدي للإصابة بكوفيد-19 التلقيح هو احترام التدابير الاحترازية وهما الحل الوحيد المتاح لحد الآن ترجمة نانسي قنقر